الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله ما زالي مع السؤال تعالبارح سائلة عم البواقي تقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تسبح وتستغفر وتذكر الأذكار وتقرأ القرآن الجواب نعم يجوز للمرأة الحائض تذكر ربي وتصلي على النبي وتسبح وتجيب الأذكار وتقرأ حتى القرآن من حفظها مصدرها الآيات لا يحافظتها وترقي نفسها لأن الحائضة هذه لا تمنع كل شيء وإنما تمنع الصلاة تمنع الصوم ولكن لا تمنع التسبيح والذكر بخلاف الجنوب لأن الحائض حيضتها ليست بيدها وإنما عليها أن تتطهر وأن ترى علامات الطهر أما الجنوب فحف جنابته بيده يختسل في أي لحظة يشار إذن يجوز لك ولا شيء عليه وهذه المسألة مهمة للأخوات المرشدات ليعلموا يقروا للأطفال ولا للمعلمات في المدرسة تكون المعلمة حائض وتكون آية قرآنية وهي ترى أن تشتقرها لا إذا من حفظك يجوز وإنما لا يجوز لك تشد المصحف أما إذا تقر من حفظك فيجوز لك ولا شيء عليك وعلماء المالكية عليهم والرضوان عندهم فتوى حتى في جزء القرآن يعني الآية والآيتين وعندهم رخصة جميلة في هذه المسألة ترجمة نانسي قنقر